السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الخامس في حل الامتحان الأخير من ملحق كتاب البير صفحة 1809 نبدأ مع بعض بكتعة الاستماع نبدأ كده مع بعض بأول سؤال الجملة هنا true صحيحة يعني السياح بتأتي إلى مصر من جميع أنحاء العالم الساد العيني في الجيزة هنا جملة false عشان ده في أسوان السياح بتزول الأهرمات في أسوان الجملة طبعا false عشان يستمتعوا بالطقس الممتع يبقى true تعالي هنا هنحل المحسنين مع بعض طيب أنا عندي هنا اتنين بتكلم مع بعض عندي سورة ومونة سورة سالس سؤال عشان هنا في question mark أنا تستفهم مونة جالت أنا زهب إلى المكتب يبقى السؤال كان إيه في الأول أحدد أداة الاستفهم أنا هنا أسأل عن إيه أسأل عن library عن المكان يبقى أسأل به where يبقى where طيب هنا أني فعله مساعد في الجملة أنا عارف أن إلات الاستفهم بعدها الفعل المساعد يبقى where are ليه حولتها are يا مصر علشان أنت عندك هنا are هتتحول إلى you يبقى where are you going أنت زهب فين أو إلى أين أنت زهب أوكي سألتها السؤال الثاني قالت to read books to read books لقي أقرأ قتب يبقى سألت عن سبب يبقى why why are you going to the library لماذا أنت زهب إلى المكتب يبقى تلاحي to read books لقي أقرأ القتب يتلاحي do you borrow books هل تستعيري الكتب yes I do yes I do يعني نعم أنا بستعير الكتب أوكي تعالها في السؤال الثاني read and complete the tickets with word from the books plant is need في الأول أنا عارف معاني الكلمات اللي في البوكس عني animals حيوانات climate المناخ صلاة تضو الشمس وجروه معناها يزرع أو ينمو أو يكبر plants need النباتات محتاجة sunlight sunlight النبات محتاج ضوء الشمس and water والماء to survive اللي قي يبقى على قيد الحياة some plants need بعض النباتات بتحتاج إيه بتحتاج animals أو بعض النباتات بحتاج حيوانات وطيور علشان تنقل لها البزور and insects to carry seeds كي تحمل البزور to other areas إلى مناطق أخرى so they can grow عشان كده يقدر ينمو النبات they also need the right كمان محتاجين the right climate the right climate معناها المناخ المناسب they also need the right climate إنه right معناها مناسب choose the correct words اختر الكلمة الصحيحة he friends with the other people يبقى he made make friends يكون أصدقاء هو هنا جبه في الماضي made friends with other people هند is good at tennis is good at playing playing قلنا good at ويجيب عليها الفعل في i and good at bad at great at i swim in the بسبح في pool pool في الحمام السباح مفعش pitch ولا court number four they to the radio they were listening they were listening كانوا يستمعوا إلى الراديو they were listening to the radio okay number five the room was dirty and الحجرة كانت متسخة and missy missy معناها فوضوي يعني طيدي غير مرتب تعال في سؤال الكتعة نقرأ الكتعة مع بعض okay كايرو is the capital of Egypt it's a very busy city because millions of people live there this becomes worse than thousands of people from different parts of the country come to visit the capital they come to cairo on business or visits the streets are very dangerous for people who walk because of the great number of cars one should be very careful to be able to go home safe you should follow the traffic rules okay تعال نشوف الأسئلة all people should the traffic rules كل الناس اجب اي follow تتبع traffic rules كواعد المرور يعني وانتا ماشي كده تنتبع كواعد المرور traffic rules okay نمبر كايرو is city طبعا busy city new city is busy مدينة مزدحمة كايرو is busy city مدينة اهي في اول سطر كايرو is a very busy city okay what is the capital of egypt ما هي عاصمة مصر طبعا نكتب كايرو القاهرة هنا اي كايرو القاهرة why do many people come to كايرو everyday لي ناس كثيرة بتيجي القاهرة كل يوم okay they come to كايرو on business بيجو عشان business عمل or for visits او زيارات بادي الاجابة دي الاجابة الناس بتيجي زيارات او كرحلات للعمل تعالي في سؤال الترتيب ابدأ بالفعل i i must يجب علي do اعمل my homework i must do my homework i must do my homework يجب ان افعل واجبي وخدنا must وخدنا mustn't ولم mustn't معناها ينبغي ان وكمان mustn't معناها لا ينبغي او ممنوع او question number two سؤال تاني people working hard الناس عملت بجد in ancient Egypt في مصر القديمة تاني people work hard in ancient Egypt الناس اشتغلت بجد في مصر القديمة question number three doesn't like chocolate doesn't like chocolate دينا لا تحب الشوكولة سؤال سهل ومبسيط تعالي ما هنعمل موضوع عن رحلة بالمركب هو ما يديني كلمات استرشادية من ست لسبع جملة عشان تزبط عدد الكلمات ابدأ بجأ ايه لف حوالين الموضوع اللي هو مدهولك عشان اكسب جملة صحيحة يعني منكم اقول انا سباح سهد السمك جملة كثيرة تقدر تعملها في اي موضوع مدهولك انك تحور او تلف حوالين الموضوع تعال في سؤال ترقيم هنبدأ باول جملة طيب عندك ايام في اباستروفي اباستروفي الاباستروفي دي هي اختصار يعني هي كانت ام احنا اختصرناها الاباستروفي ام كده انا حلت معاك ملحق الباهر تمام ملحق الباهر كامل الجزء الخاص بالجرامر وكمان الجزء الخاص بالامتحانات على الوحدات والجزء الخاص بامتحانات الملحة الشامل طيب كده فاضل لي القصة انا لسه ما شرحتش القصة بس انا عارف القصة مش في الامتحان معايا فلو انت حاببني اكمل لك القصة اكتب لي كده في التعليقات انك عايز القصة وان شاء الله يوم بالكثير جوة تلاقيين بنزل لك القصة اتمنى تكون الفيديوهات اللي انا بنزلها بتنير لأعجاب حضراتكم واتمنى اللي انا كون بفيدكم ويريد تشجعني وتشترك في القناة علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم في العاية الله وحفظه وإلى اللقاء في درس جديد ان شاء الله تعالى